المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً متابعين تخلط الدروس من الخط العربي ونحن نرى أدوات الخط سنقوم بعملات بسيطرة وممكن أي شبور يتضع أدوات الخط سنقوم بعمل بعمل أسهل الشيء سوف نحن نحن نعمل الهدوات كاملة من خطر حتى الوارق سوف نحن نعمل نموذج الشيطة سوف نحن 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 نرى صباغة مدة لا يجب أن يكون هذا المطبخ لكن هذا المطبخ يكون ماضي لا يجب أن يكون هذه هي الرأس نذكره معي قوم بتحفيل مائلة من هنا وضروري أن هذه المطبخ تكون في العملية لأن العصاد الأساسي يكون فتح من المطبخ يومنا بهذه السفر فهذا حتى يكون لدينا عملية كيفية تدوها ثم نقوم باستخدام هذا الجزن ونحن نغططه لأستقبل لأنه لا يمكنك فريق لأنه يمكنك فريق أزيد فريق الأرض هذا هو تقريبا هذا هو تبط الحزم يجب أن يكون طريق الراس والقصب تذكر هذا ما ندره كنت أصدقاء الراس على هذه أخذتهم من هذه الفلاثة بالضبط هذا ليس كذلك نحن احيقناه عندما نضيفه هذا ليس كذلك كلام كلام الطريقة بسيطة يجب أن يقوموا على نقوم بسيطة ونحاولوا ونقوم بسيطة تقوم بسيطة ونقوم بسيطة هذه الفرقة الأولى لأن هذه الأساق يجب أن يكون يجوز في القصبة كالدرير فرقة واحدة ثم فرقة ثانية ثم فرقة ثانية جوزة الفرقة تقوم بسيطة إذا كان لدينا الوقت تقوم بسيطة طبيعة الحراء كدو بي بصور عوى لكن لكي تشد مزيان خلقها 1 ربوع ساعة أو 1 ساعة لكن هذا تشد مزيان وتعطينا اللون اللون بني مغمق لدينا البداد لدينا القصبة لدينا الورق بالنسبة للورق لا يمكن أن تخدموا براق يعني مكتوبة من زيهة لا يوجد ضرورة وراق جداد نحن نضرب على الخط لا نستطيع أن نفعل شيئا بطبيعة الحال منين كالتالي عملية العصاد الشيتاء الرسم ستكون عمرها بصفاق كما تستطيع أن تلونها بلون معينة وتعطيها جمالية معينة نحن نتعطيه وستطيع أن نريد من المداد وطبيعنا والأسطباء ووراق سوف نقوم بإمكانهم رسالة بإمكانهم أم لا نقول بسم الله وأنا بدا نقوم بإمكانهم نقوم بإمكانهم شكراً لكم 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 كم حرف سوف نقوم بالطاق هنا يختلف الطاق على الصاد وهو السنة بالنسبة للطاق تكون ملودة بالنسبة للصاد لا تكون مرتبة فاتق والضغط أريد أن أقوم بالرقاق رقاق 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 مستقلة مستقلة هنا سأكتب المستقلة سأكتب السر الخط والقلام والقلام كيف يستحكم به بعد ذلك الممارسة يومية واحد ربع ساعة لاقس ماين يمكن أن يطول أدواته والإستغال والأليات وإبداع المستوى الحروف سأكتب السابعة هذه القواعد الخط الرقعة والحصة المقبلة سوف نتطور الأدوات والله يوفق الجميع ورمضان مبارك سعيد